السلام عليكم ورحمة الله اليوم درس اجتماعيات للصف الثالث الابتدائي رح ناخذ مجتمعنا العراقي حناخذ الوحدة الثانية مجتمعنا العراقي صفحة 100 أولا مفهوم المجتمع العراقي تعريفه عرف المجتمع العراقي أقول له هو مجموعة من الأفراد يعيشون على أرض معينة هو مجموعة من الأفراد يعيشون على أرض العراق وتربطهم روابط تاريخية واجتماعية أصيلة الروابط المشتركة الوطن المصير المشترك الأهداف المشتركة والحضارة والمصالح المشتركة إذن عرف المجتمع العراقي وما هي الروابط هذا المجتمع وهذا الروابط يتألف مجتمعنا العراقي من قوميات متعددة عاشت على أرض العراق في سهوله وجباله وأهواره وصحاريه منذ العصور القديمة وهم متساوون جميعا في الحقوق والواجبات ما هي مكونات المجتمع العراقي عدي العرب والأكراد والتركمان والكلدان والآشوريين والسريان والآرمن العرب ويقطنون أغلب محافظات العراق ويتميز العرب بارثهم الاجتماعي والحضاري الأصيل فضلا عن العادات والتقاليد العربية الأصيلة ويعيش هذا المكون بنسجام وتعاون مع المكونات الأخرى فتحفظ العرب والأكراد هم تحفظوها ولهم عادات وتقاليد اجتماعية مميزة نابعة من حضارة الشعب لكردي وتاريخه ويقطنون في الأقسام الشمالية من وطن العراق فضلا عن وجودهم في بعض محافظات وطن الآخر الأخرى ويعيشون جنبا إلى جنب مع أخوتهم من العرب وغيرهم من أطياف وطننا هذه التركمان لهم مروث اجتماعي قديم يتعلق بعاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية ويقطنون في الأقسام الشمالية من العراق ولا سيمة في محافظة كاركوكو التي تشكل الغالبية العظمى من أعداد التركمان الكلدان والآشوريون والسريان والأرمن ويعدون من مكونات المجتمع العراقي وقد عاشوا على أرض الوطن منذ أقدم العصور وشاركوا في بناء الحضارة العراقية العظيمة لسيمة الآشورية والكلدانية الأزيدية نقول ناخذ النفد يعني نقول تعريفه يعد الأزيديون مكونات من مكونات المجتمع العراقي وترجع تسميتهم نسبة إلى دياناتهم الآيزيدية وقد اندمجوا مع مكونات المجتمع العراقي منذ الأزل كما شاركوا في بناء الوطن والدفاع عنه ويوجد أغلب هذا المكون في محافظتي نينوى ودهوك الشوق وهو مكون نعتز بوجوده ضمن مكونات المجتمع العراقي ويوجد هذا المكون في أغلب المحافظات الشمالية ولا سيمة محافظة نينوى وقد انتاز هذا المكون بعادات وتقاليد مميزة عكست حبهم للتعايش السلمي مع جميع المكونات الأخرى فضلا عن وجود لغة خاصة بهم الصابئة يعود هذا المكون من الطوائف الدينية القديمة في المجتمع العراقي وتركزت منطقة سكنهم في الأغلب في محافظات وسط العراق وجنوبه وبالقرب من الأنهار وذلك لأهميتها في معتقداتهم الدينية ولهم دور مهم في بناء الوطن والدفاع عنه هنا علل تتركز الصابئة في منطقة سكنهم في محافظات وسط العراق وجنوبه بالقرب من الأهواء الجواب أقول له ذلك لأهميتها في معتقداتهم الدينية ولهم دور مهم في بناء الوطن والدفاع عنه نأخذ أهم الروابط التاريخية والاجتماعية للمجتمع العراقي هنا يقول لك ما هي أو عدد الروابط التاريخية والاجتماعية للمجتمع العراقي أقول له خمس روابط أي خمس روابط التنوع الثقافي والعادات والتقاليد واللغة والدين والتاريخ المشترك والتسامح ونبذ العنف هذه خمسة تجاوبون عليهم يقول لك مثلا عددهم مع شرح واحدة منها شفتوا تشرحون وإذا تشرحون كلها ماكو داعي أقراها هم أحفظهم طبعا لهنا ونختم المحاضرة وإن شاء الله التوفيق